ذكرت بأن ضرورة التنسيق بين روسيا وإيران على المستوى العسكري ضروري لكن لم يتحقق رغم التدخل العسكري الكثيف لروسيا ورغم وجود مستشارين إيرانيين على الأرض ومقاتلين إيرانيين على الأرض كما تفيد العديد من الأنباء لم يفيد كثيرا ولم يغير الخارطة لصالح القوات الحكومية السورية هل سنشأت تحولا عسكريا بعد لقاء اليوم؟ أستاذ شعيتو نعم أعتقد أن لقاء اليوم وضع أمامه خطة جديدة تنطلق من بعد القصف الروسي المركز لمناطق المنظمات الإرهابية بأن تكون هناك عمليات نوعية بمشاركة قوات مختلفة وليست فقط في الفضاء وأعتقد أن الإيراني سيكون له دور أساسي في هذه العملية وهذا ما تم بحثه في إيران وهنا لابد أن نشير أن الأساس في كل هذه المسألة هو الإرهاب ويجب أن نتجه بالحوار باتجاه مسائل سياسية ومسألة الصراع ما بين الدول والمصالح هناك اتفاق ما دخلت إليه حتى أوروبا وفرنسا منذ يومين وأعتقد أن إيران أيضا ستدخل هو محاربة المنظمات الإرهابية وما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق لكن الغرب وكذلك الائتلاف السوري المعارض على لسان رئيسه خالد خوجة يتهم روسيا اليوم بأنها لم تستهدف تنظيم داعش إلا بستة في المائة من غاراتها وكان استهدافها الأساسي لما يسمى بقوى المعارضة المعتدلة هذه خالعة للنقاش والتحديد خاصة وأن روسيا تعتبر أن ليس فقط داعش هي المنظمة الإرهابية وأن كل من يرتبط بأي شكل من أشكال بمنظمة القاعدة من النصرة والمنظمات الأخرى هي إرهابية إذن روسيا لا تحدد منظمة واحدة إنما تحاول أن تضرب مواقع كل المنظمات التي تعتبرها إرهابية والتي انخرطت في عملية القتل في سوريا وهي تضرب البنى التحتية ونحن نعرف أن للمرة الأولى قصفت مراكز النفط والإمدادات وبيع النفط عبر الشاحنات أو عبر الأنابيب والتي لم تكصف على مدار سنة من قبل التحالف التحالف قصف هذه السهاريج لنقل البترول غير ما مر وقصف أيضا بعض المحطات لتكرير البترول وهذا موثق ترجمة نانسي قنقر